هنا أروح للنائب أحمد الشرقاوي يمكن أنا سألتك لما كنا على الهوى قلت لك كنت تتصور أنه هيتم طرح اسمك أو اسم حد من مجموعة 25-30 كأعضاء لمجلس الأمنة قلت لي الحقيقة لا ولكن في النهاية ده ناتج كويس جدا بتشوف التشكيل ازاي وتصورك لنواتج هذا الحوار هو علشان نقول حوار وطني يعني لازم المعارضة تمثل تقريبا بنص بنص المقاعد في كل جلسات الحوار سواء كان في مجلس أمناء الحوار الوطني أو في جلسات الحوار نفسه لأنه حوار بين طرفين المفروض المعارضة والمولاة أو المعارضة والسلطة زي ما البعض بيقول علشان نوصل لحالة الحوار المفؤودة من فترة طويلة اللي احنا في حاجة لها في حاجة لها علشان نبني الجمهورية الجديدة زي ما قلت قبل كده بجد يعني نبني جمهورية يلتف حواليها كل أبناء الشعب المصري وحوالين البناء ده وحوالين الأسس والقواعد اللي هتتبني عليها أهم الأسس والقواعد اللي هتتبني عليها لابد أن يكون هناك نظام سياسي وحياة سياسية وحياة حزبية سليمة على سبيل المثال لابد أن يكون هناك اقتصاد قومي قوي تتبني على أساسه الجمهورية الجديدة لابد يكون هناك حالة من الرضا عند المواطن اللي عايشت تحت سمى البلدي تؤهله أنه هو يفكر في البناء ولا يفكر في الهدم ولا اليأس ولا الإحباط ولا الخروج من لحمة 25 يناير 30 يونير اللي احنا افتقدناها الفترة الأخيرة ومحتاجين نرجع لها تاني وبقوة وبشكل جديد مخرجات الحوار أتمنى طبعا مخرجات الحوار تكون مخرجات هامة والأمل في أن هناك مخرجات للحوار مهمة وأن الحوار ده يكون منتج لأثار قوية جدا هو اللي بيخلي حد زي في محسوب على المعارضة أنه يشارك وبجدية في الحوار ويقبل المسئولية والأمانة التييلة دي أنه يكون عضو مجلس أمناء الحوار الوطني علشان احنا كلنا بنتمنى أن احنا نكون يعني بنقوم بدورنا وللنهاية وبحسن نية وبصفاء نفس وبقلب مفتوح ناحية بناء هذه الجمهورية الجديدة اللي يكون أن الحوار أيضا يكون اللي اللي داعي لرئيس الجمهورية ده بيطفي على الحوار الجدية والأهمية القصوى اللي يتخلي الجميع يشارك ليه؟ لأن معروف أن مصر دايما رئيس الجمهورية فيها هو صاحب القرار صاحب القرار مهم ومن هذا المنطلق لما يدعو رئيس الجمهورية لحوار وطني هتلاقي الناس كلها عايزة تشارك في الحوار علشان توقع الجدية بيتحول لحقيقة وأمال النتائج المهمة اللي تتنفذ اللي فيه قدرة على تنفذها على الأرض هيفضل موجود باستمرار عندنا أمال وطموحات كبيرة قوي من وراء الحوار الوطني وبعد الحوار الوطني ولكن نتمنى في المرحلة دي أن احنا نعبر بهذا الحوار كمجلس أمناء للحوار المسؤول عن إدارة هذا الحوار ووضع آلياته وقواعده وكل شيء إلى يعني بنتمنى أن احنا نعبر به إلى بر الأمان ويكون مخرجاته مخرجات مهمة يلمسها رجل الشرع العادي في جمهورية مصر العربية